حصاد عام دراسي طويل عامر بالمثابرة والجهد بدأ اليوم مع انطلاق اختبارات نهاية العام الدراسي الجاري ومنذ الصباح الباكر تداعى آلاف الطلبة والطالبات من جميع المراحل التعليمية ومن الصف الخامس وصولا إلى الصف الحادي عشر إلى مدارسهم يحدوهم الأمل بالنجاح والتفوق وفي العشرين من مايو ستنطلق اختبارات طلبة الصف الثاني عشر على أن يتم إعلان نتائج الطلبة في الرابع من يونيو المقبل وخلال جولة تفقدية قام بها وزير التربية وزير التعليم العالي الدكتور حامد العازم على عدد من لجاة منطقتين الفروانية والجهراء التعليمية أكد أن اختبارات العام الدراسي الحالي جاءت في مستوى التحصيل الطلابي وراعت الفروق الفردية بين المتعلمين كما أكد الوزير أن الاختبارات كانت ممتازة وأن الوزارة اتخذت كافة الإجراءات التي تضمن سيرها بالشكل المطلوب